هيا نتعلم معه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من وله مرحبا بجميع المتابع الكرام في هذا الفيديو إن شاء الله سنرى كيف نقوم بتصميم شهادة جميلة ورائعة مثل هذا الشكل الذي ترونه أمامكم إذن المراحل التي سنقطعها في إنجاز هذه الشهادة هي كالتالي إذن تلاحظون نطبيط الحال أولا تكون عندنا شريحة فارغة سنستعمل هنا برنامج الباور بوينت ثم بعد ذلك سأريكم المراحل وسنلتقي إلى الناحية التطبيقية لمن أراد ذلك إذن قلنا أول خطوة نقوم بها هي أننا نقوم بجلب إطار للشهادة سنختار أي إطار نريد وسنرى كيف نقوم بتحميل مجموعة من الإطارات إذن أولا قلنا نضع الإطار نقوم بتحميله صور لإطار معين بعد ذلك سنقوم بالخطوة الموالية وهي أننا سنبدأ في كتابة النص للشهادة التقديرية وهذا مثال مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ثم باسم الأطور الإدارية والتربوية على حسب مضمون الشهادة التي تريد أن تكتب سنرى كيف تقوم بإدراج النص عندما ننتهي من كتابة هذا النص الذي نريد نضع اللوغو الخاص إذا كنت مثلا في مدرسة أو في مؤسسة تضع هنا اللوغو الخاص بالمؤسسة بالوزارة مع المؤسسة وإذا كنت في مؤسسة خاصة أو غير ذلك مهم هنا يمكن أن تضع اللوغو الذي تريد ثم بعد ذلك هنا نكتب هل هي شهادة تفوق شهادة تقديرية على حسب ما تريد يمكنك أن تكتبها في هذا المكان سنرى ذلك أيضا لمن لا يعرف الخطوات ثم أيضا في هذا النموذج عندنا يعني المرتبة التي حصل عليها فهنا عندنا على شكل وسام على شكل وسام يمكن أن نضع فيها رقم واحد أو اثنان أو ثلاثة سنرى كيف يمكن أيضا أن نحصل على هذا الوسام ثم قلنا هنا نضع المرتبة هذا حصل على المرتبة الأولى يمكن أيضا أن نضع شعارا مثلا كما اخترت هنا من جد وجد ومن زرع حصد وفي الأسفل هنا نضع إدارة المؤسسة أو من سيوقع لنا أو جمعية أو غير ذلك ثم هنا يمكن أيضا مثلا أنا وضعت اسمي هنا تعكي محمد لأنني سأسلمها للشواهد للتلاميذ إذن هذه هي الخطوات الأساسية وبالتالي سنحصل على هذا الشكل النهائي الآن لنقوم بالخطوات التطبيقية العملية كيف أنجزنا هذا الشكل بشكل عملي تطبيقي جميل إذن ما نقوم به عندما تفتح البوربوينت عندما تفتح البوربوينت نقوم بإنشاء شريحة جديدة نقوم بإنشاء شريحة جديدة من البوربوينت من الشريط الرئيسي نقوم بإنشاء شريحة جديدة ولنجعلها فارغة نختار شريحة فارغة بهذا الشكل عندما ندرج هذه الشريحة لابد أن نتأكد من حجمها حتى لا نجد مشاكل أثناء الطباعة إذن هنا تذهب إلى التصميم ثم في التصميم عندنا هنا حجم الشريحة في حجم الشريحة عندنا شريحة قياسية ومن الشاشة نحن نذهب ونختار تخصيص حجم الشريحة وهنا غالبا يتم اعتماد حجم أكد باش تأتيك على شكل ورقة نختار أكد بهذا الشكل ثم هنا نجعلها أفقي ثم هنا أفقي حتى تكون عريضة ثم موافق وحتى نحصل على هذا الشكل لأنك إذا لم تختار هذه الاختيارات ربما تجد صعوبة أو إشكال أثناء الطباعة إذن جميل إذن بعد أن قمنا ذلك نذهب ونقوم بتحميل الأمور التي سنحتاجها مثلا تذهب إلى محرك البحث ثم هنا تختار مثلا إطار شهادة تبحث إطار شهادة ستجد هنا مجموعة من الشواهد نذهب ونختار صور ثم هنا عندنا عدة شواهد يمكنك أن تختار حاول أن تختار الشواهد التي الإطارات التي تكون فارغة اختار أي واحد من هذه الإطارات على حسب ضوقك على حسب رغبتك هناك اختيارات عديدة مثلا لنفرض أننا مثلا نريد هذا الشكل مثلا نريد هذا الشكل وعجبنا به مثلا يمكن أن نضغط بالزر أو هذا الشكل مهم حاول كي تحصل على أشكال جيدة أو اضغط هنا أدوات ثم من أدوات حاول أن تختار الحجم في الحجم يختار الصور الكبيرة الحجم من الصور الكبيرة الحجم ستعطيك جودة جيدة لنختار قلنا هذا الشكل مثلا عندما نختاره سنقوم بالضغط عليه بالزر الأيمن ثم نحفظ الصورة حفظ الصورة باسم ثم نقوم بوضع مثلا ملف جديد ملف اسمه شهادة حتى يكون العمل منظم ثم نخزن في هذه الصورة إذا الآن بحثنا عن إطار معين الآن سنحتاج إلى الوسام مثلا وسام وسام ولنضع أمامه كلمة PNG وسنجد عدة أوسمة كما تلاحظون هنا عدة أوسمة نختار اختارنا مثلا هذا الوسام هذا الشكل نضغط عليه بالزر الأيمن ثم حفظ الصورة باسم نفس الشيء نضعه في هذا الملف ماذا أيضا سنحتاج مثلا رقم مثلا رقم مثلا رقم واحد رقم واحد مثلا سنجد هنا عدة أرقام عدة أرقام من الأرقام التي تعجبنا ثم نختار الرقم الذي نريد يكون هذا أو هذا أي رقم من تلك الأرقام يعني التي يمكنك أن تختارها تختار مثلا رقم واحد إذا أردت رقم اثنان تبحث عن رقم اثنان رقم ثلاثة نفس الشيء مهم تكتب نقطة ثم بـ PNG وسيعطيك بهذه الأشكال أرقام كثيرة بأشكال متنوعة تختار منها مات أشاه إذن المسبة للوغو الوزارة مثلا إذن هنا المسبة للوغو تختار ما الصغر التي تريد بهذا الشكل أو بهذا الشكل على حسب ما تريد أنا اخترت هذا الشكل نضغط عليه ثم نضغط بالزير الأيمن دائما ثم حفظ الصورة باسم ونقوم بتخزينه في الملف الذي نريد إذن بعد أن نقوم بتحميل كل الأمور التي سنحتاجها مثلا حتى عبارات مثلا شهادة تقديرية مثلا شكر مثلا شكر وتقدير وتقدير قد تجدها في إن جي مثلا شكر لاحظ شكر وتقدير شكر وتقدير يمكنك أن أن تضع حتى هذه العبارات مثلا شكر وتقدير يمكنك أن تضع أيضا حفظ باسم حتى بسم الله الرحمن الرحيم مثلا بسم الله الرحمن الرحيم يمكن أن نجدها بهذا الشكل بعبارات مختلفة لاحظوا معي بسم الله الرحمن الرحيم يمكن أيضا أن نقوم بحفظها مثلا ماذا أيضا شهادة التفوق مثلا تفوق يعني إلى غير ذلك المهم هو أننا عندنا سنجد نقوم بتحميل كل ما نريد العناصر التي نحتاجها في هذه الشهادة بعد أن نقوم بذلك نرجع نرجع إلى الشاشة ونقوم بإدراج العناصر لأن هنا أنا اخترت هذه الخلفية بالنسبة لكي تدريجها تذهب إلى الشارط الرئيسي ثم هنا نذهب نذهب أولا إلى لكي ندريج الإطار نذهب ونختار إدراج ثم من إدراج نختار صورة هذا الجهاز ثم نذهب إلى الملف الذي قمنا بجمع فيه العناصر مثلا هذا الإطار نختار الإطار إذن عندما نضع الإطار نقوم بوضعه ونحاول أن نضعه نقوم بوضعه في المكان المناسب وهو عادة سيأخذ مكانه المناسب بعد ذلك نقوم بإدراج العناصر مثلا نريد كتابة النص مثل هذا النص الذي كتبنا هنا مثل هذا النص يمكن أن نقوم بكتابته طريقة كتابة النص فيسارة جدا خلال إدراج ثم نختار هنا مربع نص مربع نص ثم نقوم بكتابة النص الذي نريده مثلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر ذلك يمكنك أن تكتب النص الذي تريد ثم تضع له المكان المحدد حتى نربح الوقت سأقوم بنسخ هذا النص يقلنا لك الحرية أن تكتب النص الذي تريد ثم تقوم بوضعه في المكان تتحكم فيه بهذا الشكل سابق الحجم الخط وغير ذلك وهنا تأكد أن يكون بهذا الشكل اتجاه على اليمين ولا يكون على اليسار يمكنك أن تغير الخط على حسب الخطوط التي تتوفر عليها في الحاسوب من خلال هنا تختار الخطوط التي تريد إذا كنت لا تحب هذا النوع من الخطوط يمكنك أن تختار هذا الخط أو على حسب الخطوط المتبدة عندك في الحاسوب لأن هذه تبقى مسألة اختيار مسألة ضوء مسألة تختلفه من شخص إلى آخر إذن بعد أن تختار الخط من بين الخطوط التي تتوفر عليها وبمناسبة يمكنك أن تحمل أي خط تريده خلال البحث فقط في موقع جوجل هناك مواقع خاصة في الخطوط الخطوط تقوم بتحميل الخط الذي تريده وتقوم بإضافته إلى جهازك إذن بعد أن نقوم بهذه العملية نأخذ الوقت لكي نأخذ الخط الذي نريده مسألة نفرد أن اخترته هذا الخط أتركه كما هو قلنا هنا يمكنك أن تتحكم في الحجم مسابل الحجم الخط إذا أردت أن يكون أطول أو حجم أكبر يمكنك أن تضيف وتقوم بتصغيره بعد ذلك قلنا نضيف المسابل عندما نذهب إلى إدراج أيضا نختار صورة ثم من هذا الجهاز وهنا سنختار الشعار الذي اخترناه إدراج تلاحظ أنه هنا الآن كبير لكن فيه خلفية فيه خلفية كي نزيل هذه الخلفية نقوم بالضغط عليه مرتين ثم نذهب إلى إزالة خلفية جميل الآن نلاحظ أنه يعني لو ضغطنا على احتفاظ ستختفي الكتابة نحن الآن نريد هذا الشكل نريد الكتابة أن تكون واضح نضغط عليه مرتين ثم نضغط على إزالة خلفية ثم نختار هذه العلامة العلامة هنا سنحدد ما هو الشيء الذي نريده أن يظهر الشيء الذي نريده أن يظهر لن نقوم بتعليمه بهذه الطريقة ثم نلاحظ الآن بقيت لنا بعض العناصر لم تظهر يعني الأماكن التي باللول بنفسجي فهي لن تظهر لن تظهر ذلك نحن نريد نقوم بإظهارها فنقوم بتعليمه بهذه الشكل سأخذ منا شيء من الوقت حتى نتأكد من أن الأجزاء التي نريد أن تظهر ليس فيها لون بنفسجي جميل عندما ننتهي من هذه العملية سوف نضغط على احتفاظ وعلى سنلاحظ سيظهر اللوغو بهذا الشكل نقوم بتصغيره ونقوم بوضعه في المكان الذي نريد مثلا نريده في هذا المكان يمكن أن نكتب اسم المؤسسة التي نريد من خلال إدراج ثم نضغط على مربع نص ونكتب هنا مثلا مديرية وكذلك نوع الخط نريده يمكنك أن تغير اللون تختار مثلا اللون الذي تريده من بين الألوان المقترحة عندك لو نكون يتناسب مع لون اللوغو بهذا الشكل ثم نقوم بالضغط عليه بالزر ونختار اللوغو مع الكتابة ثم نضغط على على كونترول ج كونترول ج أو لا بالأيمان ثم نختار تجميع يعني جروب فحتى يعني تستطيع أن يصبح يعني شكل واحد تضعه أينما تريد إذن هذا فيما يخص اللوغو قلنا يمكنك أن تقوم بتصغيره أو تكبيره ف الآن تستطيع أن تتحكم فيه بشكل كامل جميل إذن الآن وضعنا هذا اللوغو في هذا المكان عبارة بسم الله الرحمن الرحيم يمكنك أن تكتبها لكن تحتاجها لحسة تحتاج إلى خط مثل هذا الذي قمت به الآن هذا الخط تحتاج أن يكون متبت عندك يمكنك أن تكتبها ثم تختار نوع الخط أو إذا لم تكن تتوفر على الخط يمكنك أن تقوم بإدراجها كما قمنا بتحميلها من قبل نحن قمنا بتحميلها التنزيلات قمنا باختيار بسم الله الرحمن الرحيم نقوم بإدراجها ثم نفس العملية نقوم بإزالة خلفية نتأكد من هناك بعض الأمور لابد أن تظهر تراحضون نضغط على احتفاظ ثم يمكن أن نتحكم فيها نصغيرها كما نشاء ونضعها في هذا المكان إذا إما أن تكتبها كما فعلنا في النموذة السابق بهذا الشكل نكتب مثلا هنا بسم الله الرحمن الرحيم الذي سيتناسب معها مثلا هذا الخط هو الذي اخترنا فتغطينا بهذا الشكل كما تلاحظون أو إذا لم تكن تتوفر على هذا النوع من الخط كما ذكرت يمكنك أن تقوم بكتابتي أو يعني تحميلها وتطبيق نفس الخطوات التي قمت بها هذا جميل لأننا عندك حرية الاختيار الآن بقي لنا هنا نضع شهادة تقديرية أو شهادة تفوق أو نفس العملية إما أن تقوم بالذهب إلى إدراج وتختار نص ثم تكتب شهادة التفوق مثلا شهادة التفوق بهذا الشكل ثم تكبر الخط على حسب ما تريد واللون كذلك ثم تختار نوع الخط بالخطوط التي عندك في هذا الشكل اللون كذلك إذا أردت أن تغيره يمكنك أن تغيره ويمكنك أن تتركه أسود ثم حجم الخط كل هذه الأمور تستطيع أن تتحكم فيها وهنا عندنا عندنا في تنسيق الشكل وهنا عندنا اختيارات مثلا هذه الاختيار أو هذا الاختيار وغيرها من الاختيارات التي يوفرها لك البرنامج أو تقوم كما ذكرنا من قبله بعملية الإدراج تختار إدراج الصورة وبعد ذلك تقوم باختيار مثلا شكر أو تقدير تقوم بتحميل مثل هذه العبارات وتقوم بنفس العملية التي رأينا من قبل من خلال التخلص أولا من الخلفية ثم نضغط على احتفاظ ثم نقوم بتصغيرها في المكان الذي نريد لاحظوا إذا قلنا عندك اختيار إما أن تقوم بتحميل بعض العناصر وتقوم بكتابتها على حسب ما تريد أنت ثم بالنسبة للمكان هنا الوسام نفس العملية نقوم بعملية إدراج نذهب إلى الملف الذي قمنا فيه بإدراج الأشكال ثم نختار الشكل سنجد فيه إشكال وهو قضية وجود خلفية نقوم بإزالة خلفية نتأكد أيضا من العناصر أنها ستظهر بشكل كامل بعد ذلك نقوم بتصغيره بهذا الشكل ثم نضعه في المكان الذي نريد يبقى لنا قضية الرقم واحد أو اثنان أو غير ذلك نأخذ نفس العملية نقوم بها نقوم بها اختار هذا الرقم نفس العملية سنجد إشكال دائما دي الخلفية عندما نقوم بتحميل الصور بضغطتين ثم إزالة خلفية يبدو أنه تم إزالته بشكل جيد لكن هنا نتأكد بخلال إزالة هذا الخط أو هذا اللون بنفسه حتى يظهر الواحد بشكل كامل الآن يظهر بشكل جيد نضغط على واحد ثم نقوم بتصغيره بتصغيره ووضعه في المكان الذي نريد بهذا الشكل بهذا الشكل بالنسبة لهذه إذا أردت أن تضعها في إطار يمكنك وإذا أردت أن تركها بدون إطار يمكنك ذلك إذا أردت أن تضعها في إطار فالأمر يعني بسيط تحتاج إلى الذهب فقط إلى تنسيق الشكل ثم هنا عندنا إطار الشكل ثم نختار لون يكون أسود أو أزرق حسب اللون يمكنك أن تضعها بالإطار أو يمكنك أن تركها بدون إطار هنا في الأسفل يعني وضعنا هذه العبارات مثل إدارة المؤسسة أو من جدها وجد يمكنك أن تكتبها بنفس العملية دائما نذهب إلى إدراج ثم نختار نزال هذا الشيء الماء نترك المكان ويمكننا نكتبه بلون آخر بهذا نكون تقريبا قد انتهينا من الشهادة إذن كان عندنا هذا الشكل وهذا الشكل تختار يمكنك أن تبدع وتجهد في النهاية تضعب تذهب إلى ملف ثم تختار حفظ بإسم أو تصدير من حسب ما تريد تغيير الصيغات الملف ثم هنا نختار من أفضل تختار ببي دائف آآ حتى يعني آآ تقوم بطبعتي بجودة عالية إذن إن شاء مستند نختار ببي دائف ثم هنا نختار يعني كذلك آآ بطلب شهادة نموذج مثلا نختار نشر نضعه في المكان الذي نريد ثم ننتظر وهذه النتيجة النهائية إذن هذه آآ الشهادة التي قمنا بإنجازها نحن قمنا بإنجاز هذه الشهادة وأنا قمت بإنجاز هذه من قبل آآ بالنسبة للشواهد عندما تقوم بإنتاج نموذج واحد تختار فقط عملية أو الضغط على آآ آآ تكرار الشريحة ثم تختار عدد الشواهد التي تريد ويمكنك أن تغير الأسماء وهناك عملية أسرعة ما يسمى بعملية ببلي قصتاج يعني تضع فقط وتقوم بإنتاج يعني لائحة أو وجدول في الأسماء وفي المعطيات والبرنامج يقوم بتغيير هذه الأشياء بشكل أوتوماتيكي هذه ربما لا أدري هي موجودة في باربوينت الأم لا لكنها موجودة في برامج الميكروسوفت وورد العمومة أتمنى أن يكون هذا الفيديو مفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا